أغلق مالكو منشآت تجارية محالهم منذ صباح اليوم على خلفية إضراب ينفذ وسائقو مالكو شاحنات في عدة مناطق منذ أحد عشر يوما بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وأثر إضراب وسائل نقل عام وشاحنات على حركة التنقل وسط مطالبات بتخفيض الضريبة المفروضة على المحروقات خصوصا السولر وفي معان عقد اجتماع في مبنى البلدية بمشاركة وجهاء المدينة وشيوخها وأفاد مراسل رؤية بأن وزير العدل الأسبق والعين بسام التلهوني كان من بين المشاركين بالإضافة إلى عدد من النواب ولتفاصيل أكثر عن هذا الاجتماع الذي عقد في بلدية معاني ينضم إلينا من معان مراسلنا إسماعيل السلاوي مساء الخير إسماعيل هل توصل المجتمعون في البلدية إلى أي نتائج؟ نعم مهند الاجتماع الذي أقيم في مبنى بلدية معان بدأ عند الساعة الرابعة والنصف وانتهى عند الساعة السابعة والنصف حضرنا جزء من هذا الاجتماع جمع ممثلي قطاعات مختلفة من محافظة معان جمع أيضا مجهاء وشيوخ محافظة معان مع كما تفضلت الوزير العدل الأسبق والعين السيد بسام تلهوني ووصلوا له عدد من المطالب ووصلوا له عدد من القضايا أهمها وإذا نذكر أهم هذه المطالب بداية المطلب المحوري هو أسعار المشتقات النفطية والمحروقات ثانيا البطالة المنتشرة كما قالوا في محافظة معان 26% من شباب معان بلا عمل ثالثا طريق أو طرق المؤدي إلى الفوسفات ونحن نعلم أن جزء كبير أيضا أوصل لنا هذه الرسالة أن جزء كبير من شباب معان يعمل في النقل وخاصة السيارات الكبيرة والشاحنات لذلك الكثير من الطرق الخارجية من معان إلى محافظات أخرى وإلى مناطق أخرى غير معبدة ولا تصلح للسير بشكل طبيعي طبعا السيد التلهوني أكد لهم بأن كل هذه المطالب ستصل إلى صاحب القرار بعد أن سجلها جميعا أكد أيضا على أن وأصر على فكرة أن بإذن الله هذه المشاكل لها انفراجة قريبة وخاصة أسعار المحروقات وهذا على لسانه أنا قل أن مهند على لسانه وأكد على أن كل أشكال المظاهر الاعتصام كانت سلمية وستبقى سلمية في محافظة معان كباقي المحافظات وهذا ما أكده لنا أيضا المجتمعون مهند نعم إسماعيل نتمنى أن تكون هناك انفراجة وهناك حلول وتلبية لمطالب المعتصمين لكن إسماعيل وجودك في مدينة معان أجواء المدينة هل هناك وجود أمني مكثف في مدينة معان ماذا عن إغلاق المحال التجارية؟ مهند بالبداية معظم المحال التجارية مغلقة ربما شهدت سويدلية عيادة ومحل واحد للخضروات هذا في سوق معان الكل ملتزم بالإضراب الذي بدأ الصباح اليوم حركة السير الطبيعية تقريبا ولا أي مظاهر تستدعي الوجود الأمني داخل المحافظة إنما هناك طبعا على مداخل المحافظة وحتى شهدنا في أكثر من مكان لكن أنا أعتقد أن الأمور طبيعية ولا يوجد أي أو ما يستدعي التدخل أو حتى الكتافة الأمنية هذا بالنسبة للإضراب الذي بدأ الصباح اليوم أما بالنسبة للإعتصام هناك اعتصامين مركزين الاعتصام الأول هو لأصحاب الشاحنات والاعتصام الثاني هو أصحاب الحافلات أيضا المعتصبون ما زالوا في مكان اعتصامهم بشكل سلمي وأكدوا على أنهم مستمرون بهذا الاعتصام بكافة أشكال الحضارة دون التجاوز وطبعا هذا ما رصدناه مهند من عمان إلى معان 220 كيلو تقريبا أيضا كان الوضع طبيعي على الصحراوي مهند خلال رحلة خدومنا إلى معان وبفضل للأمور تقريبا شبه طبيعية ونقلنا لكم ما رصدنا وما سمعناه نعم إسماعيل السلاوي كنت معنا من مدينة معان شكرا جزيلا لك ولليوم الثالث على التوالي عقدت لجنة نيابية حكومية أربعة اجتماعات في المجلس النيابي بحضور رئيسي أحمد الصفدي وذلك بحثا عن مخارجة للاستعصاء في ملف قطاع النقل وأسعار المحروقات وفي ختام الاجتماع الثالث غادر الفريق الحكومي ومجلس النواب إلى رئاسة الوزراء بعد الاستماع لمقترحات النواب بتخفيض أسعار الكاز والديزل وتأجيل القروض البنكية بجميع أنواعها وقالت مصادر نيابية أن الجانبين اجتمعا مجددا مساء اليوم الآن الموضوع أخذ أبعاد كثير وهذا ما حضرنا فيه سابقا للحكومة ونأمل أنه ما يمتد الأمور لأسوأ من هيك الأمور صارت تأخذ منحنة آخر قبل كل شيء الوطن فوق كل اعتبار والمواطن وهذا هي رسالتنا للحكومة أنه لابد من حل هذه الأزمة لابد بأي شكل من الأشكال لابد من حل الأزمة مجلس النواب الآن لا يخلو ساعة في مجلس النواب إلا وتبحث في هذا الموضوع إلا وتجتمع معه مسؤول وتجتمع مع وزير مختص بهذا الموضوع للملمة هذا الموضوع وتصويب الأوضاع بالشكل الصحيح نأمل أن الحكومة إن شاء الله تقوم بالمساهمة بالمساهمة في خفض المحروقات والمساهمة في رفع أجور الحافلات وننتهي من هذه المشكلة إن شاء الله على جانب آخر تعدد المرجعيات وضعف التنسيق يؤثران على تنظيم قطاع مركبات النقل العام بشقيها التقليدي المتمثل بالتكسي الأصفر وشركات التطبيقات الذكية المنتشرة بكثافة في ظل وجود ثمانية وعشرين تطبيقا غير مرخص بينما تشاغل ست تطبيقات مرخصة بموجب قانون النقل العام قرابة ثلاثة عشر ألف سائق تغيب الأرقام الدقيقة حول عدد العاملين على ثمانية وعشرين تطبيقا تؤكد الحكومة أنها غير مرخصة في المقابل يعمل في شوارع المملكة ما يزيد على سبعة عشر ألف سيارة تكسي أصفر يطالب مالكوها والعاملون عليها بإنصافهم والله تراجعت أشغالنا إحنا كاملة يعني مثلا المشوير البعيدة زي المطار الجسر حاليا تقريبا إحنا 90% ما بنروحها في المشوير الداخلية أو على الظواحي كمان بره خارج عمان برضو ما بنروحها حاليا فصار إحنا إن الأزمات والمشوار أبو دينار هم هسا المرخص واللي مش مرخص كله يعني بتقدر تحكي ضارب مع بعض يعني كله حتى يعني غير هيك الخصوصة كمان لسا اللي بشتغل بالشار يعني بتلاقيه بوقف مثلا عند الناس بشتغل بده تكسي بدهوش هذا كله أثر علينا ولا بصراحة خصوصا اللي مش برخص يعني كمان بعض سائقي تطبيقاتي يؤكدون على أن العمل على تطبيقات مرخصة غير مجد لارتفاع كل في ترخيصها كنت بشتغل قبل على تطبيقات الذكية المرخصة واسع حاليا انتركتهم واسع اللي مش مرخص ليش؟ لأنه المرخص بديو يوخب منك مبلغ 450 دينار 450 دينار مبلغ يعني ما تقدر تطلعوا على السيارة أما السحالي يعني مش مرخص يعني لو تروح لك كل يوم 20 دينار حلوين كمان على جانب آخر خدمة النقل عبر التطبيقات وفرت وقتا وجهدا ومالا للمستخدمين الذين يرون حاجة لتطوير وتنظيم القطع بستخدم التطبيق الذكي أكتر ونعم لأنه على الأغلب بيعملوا خصومات بيستفيد من الخصومات منها وأكيد أهتم أنها تكون مرخصة لأنه طبعا أأمن لا أكيد تطبيقات ذكية لأنه كسعر أوفر وأنا بكون عارف مع مين طالع ومؤمن أحالي وكل التفاصيل مختوبة عنده تكون وما أهتم للترخيص ولا إشي من هذا الإشياء فعادي أكون مؤمن أحالي مع مين طالع رغم وعد الحكومة بحضر التطبيقات غير المرخصة لحماية الشركات المرخصة إلا أن تطبيق القرار من الصعب تنفيذه بين ليلة وضحاها هذا قرار تشاركي مش قرار وزارة الاقتصاد الرقمي يعني مش إحنا اللي منرخصهم فبالتالي مش إحنا اللي منحجبهم ولكن إحنا فريق واحد منشتغل بتكاملية وتشاركية مع الجميع ولما بدك تأخذ القرار بدك تأخذ القرار بمدروس بطريقة ذكية بحيث أنك كمان تراعي مصالح الناس يعني تراعي مصالح كل المستفيدين من هذا القطاع سواء كان المواطن من جهة وهذا بالدرجة الأولى أهم شيء بالنسبة لنا أو سواء كان اللي بيشتغلوا أو بيستفيدوا من هذا القطاع وحتى عقد اجتماعات تنسيقية تشاركية مع كافة الأطراف المعنية تبقى الملفات الإدارية التي يواجهها قطاع النقل وما يلحقه من تابعات مسألة معلقة كما كانت منذ سنوات حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واجب ديني وتاريخي هذا ما أكده جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رؤساء الكنائس في القدس والأردن وشخصيات مسيحية وممثلي مجلس أوقاف القدس بمناسبة الأعياد المجيدة اليوم وقال جلالته إن المملكة تحرص دوما على إصال صوت المقدسيين ومعاناتهم في المحافل الدولية كافة مشددا على موقف الأردن الرافض لجميع الانتهاكات التي يتعرض لها المصلونة في القدس وسائر الأماكن المقدسة بالأراضي الفلسطينية وهنأ جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بمناسبة الأعياد المجيدة الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم وكل المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بالأعياد المجيدة لما بتعرفوا طبعا حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدسة واجب ديني وتاريخي وسنتعون معكم للتصدي للانتهاكات التي يتعرض لها المصلين والاعتداءات على المقدسات والممتلكات الإسلامية والمسيحية بما في ذلك في مسجد الأقصى وباب الخليل وجبل الزيتون لكن أعتقد أنه كمان صوتكم أمام الجميع بالعالم مهم جدا فأعتقد أمامنا مسؤولية أنه نحن نشتغل مع بعض حتى نوصل رسالتكم للعالم بشفافية وبقوة مائة ألف مشترك ومشتركة سيتقدمون لتكملية التوجه لعام 2022 في السابع والعشرين من الشهر الحالي منهم أربعة عشر ألفا لغايات تعزيز المعدل وستة وثمانون ألفا لاستكمال متطلبات النجاح بحسب وزارة التربية والتعليم وخصصت الوزارة ألف قاعة لعقد الامتحان ضمن أربعمائة وخمسة عشر مركزا في المحافظات كافة وتستمر امتحانات الدورة التكملية لشهادة الثانوية العامة لمدة عشرين يوما تنتهي في السادس عشر من كنون الثاني المقبل بمشاركة أكثر من ألف مدرسة وست جامعات اختتمت في مدينة إربيدا اليوم مسابقة الشعر والقصة القصيرة لفئتي لأفعين والشباب وهي الأولى من نوعها في الأردن وقدم المشاركون بالمسابقة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم نحو ستة مئة عمل أذبي بين قصائد شعرية وقصص قصيرة بهدف إبراز مواهب الطلبة وتحفيز إبداعاتهم وخضعت الأعمال المشاركة لتقييم لجنة تحكيم بعضوية أدباء أردنيين إلى جانب نظراء لهم من فلسطين والمغرب العربي حقيقة هذه المسابقة بدأت تقريبا منذ حوالي أربعة أشهر من خلال طلبة الجامعات الخمس في محافظة إربيد ومدينة التربية والتعليم الثمانية المتواجدة في محافظة إربيد أيضا حقيقة الأعمال جودتها عالية جدا نتطلع مستقبلا إلى العمل على هؤلاء الطلاب من خلال ورش العمل المتخصص في الكتابة الإبداعية حتى يكون الناتج لهؤلاء الطلاب أكثر جودة مستقبلا المسابقة كانت كثير مفيدة أثرت خبراتي أنا كمان يعني شوف الطلاب بكتب الشعر وتعلمت منهم وصفت منهم كثير كمان حست حالي أني موجودة بمكاني المناسب يعني وشجعت أكثر أني أصير بمستقبل أشارك بمسابقات حتى بالجامعة يعني بسبب هذه المسابقة أنا تعلمت كثير أشياء حول الشعر ونميت مهاراتي تعلمت البحور وأشياء أكبر من عمري رغم أنه اللي بعمري ما بعرفوها حصلت على المركز الثالث بدعم من مديرتي ومعلمتي ووزارة التربية والتعليم والثقافة أحبطت كوادر دائرة الجمارك الأردنية في مركز جمرك جابر الحدودي محاولة تهريب مئتي ألف حبة كيبتاغون كانت مخبأة داخل تجويف في مقدمة شاحنة فواكه تحمل لوحة أرقام أجنبية قادمة من إحدى الدول المجاورة كما ضبطت الكوادر في ذات المركز كيلو جرامين ونصف من مادة الكريستال المخدر مخبأة بطريقة متقنة أسفل مساحات الزجاج الأمامي لمركبة عمومية قادمة من إحدى دول الجوار طالب أهالي لواء الوسطية في محافظة إربد تعجيل افتتاح المبنى الجديد لمدرية التنمية الاجتماعية وبدأ العمل به لما سيقدمه من تسهيلات كبيرة بسبب موقعه الحيوي والاستراتيجي الذي يخدم قرى الوسطية المبنى تم إنشاؤه من مخصصات مشاريع اللامركزية إذ بدأ العمل به عام 2018 وبقيمة تجاوزت 300 ألف دينار ولم يتم نقل العمل إليه برغم إنجازه منذ عامين نحن الآن أمام مبنى مديرية التنمية الجديد هذا المشروع من المشاريع اللامركزية في الدورة الأولى كانت تكلفته 300 ألف دينار وجميع الإجراءات الفنية والإدارية كانت من خلال وزارة التنمية الاجتماعية كون المهندسين الموجودين بالوزارة هم الأشرف على المشروع نحن الآن كمركزية عمنا على التخطيط والتنسيق ورصد المال والمتابعة اليوم أجد دور وزارة التنمية الاجتماعية بافتتاح هذا المشروع للعلم المشروع صالوا سنتين جاهز ولغاية أن لم يتم استلامه ولم يتم افتتاحه المشروع هذا بخدم جميع قرى الوصية كون الآليات تصلهم لعنده بدون تكليف فإحنا نطالب من الجهات المختصة لاستلام هذا المشروع ليش باقي صالوا سنتين مش مش مسلمينه في عقبات إحنا ما ناش علاقة فيه